حققت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خلال دور الإعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس حققت العديد من الإنجازات كما سهمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبشكل كبير من خلال اجتماعاتها في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية خلال دور الإعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس حققت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى إنجازات تشريعية من خلال تطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون لمصلحة الوطن والمواطن حيث واصل أعضاء اللجنة يداً بيد وبروح واحدة مع أعضاء المجلس ككل في دعم كل مما شأنه أن يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن وخلال الدور المنصرم عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خمسة وعشرين اجتماعاً وقدمت خلالها أربعة وثلاثين رأياً دستورياً وقانونياً في الجلسات فيما بحثت اقتراحاً بقانون ومرسومين بقانون وأبرزهما بشأن إنشاء المحكمة الدستورية وشعار مملكة البحرين كما أعدت ثلاثة تقارير بصفة أصلية فهذه المسئولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية وما يقومون به تؤكد ضمان استدامة العملية التشريعية التي تشكل ركيزة من ركائز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم التي تشهدها مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر